موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجز الأخبار من قناة سهيل أهلا بكم ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما في جبهة سرواه غربي محافظة نارب وقالت المصادر أن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين وتمكنت من السيطرة عليها موضحا أن هذا التقدم سيمكن الجيش من قطع خطوط إمداد للميليشيات أكد الناتق باسم الحكومة راجح بادي أن الجيش الوطني وبدعم من التحالف ماضم في التصدي للميليشيات الحوثية وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى وسخر بادي في تصريح صحفي من أكاذيب الميليشيات الحوثية وزعمها تحقيق انتصارات بمديرية والد ربيع بمحافظة البيضاء وقال إن الميليشيات تساعى براختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها في جبهة القتال مؤخرا وأشار أناطق الحكومة إلى وجود تخادم وتنسيق متكامل بين ميليشي الحوثي وبقية التنظيمات الإرهابية من القاعدة وداعش كاشفا عن إطلاق الميليشيات عدد من القيادات والعناصر الإرهابية من سجونها ومعتقلاتها خلال المرحلة الماضية مؤكدا أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع قريبا قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركم تركي المالكي إن هناك علاقة وسيقة ومصالح مشتركة تربط بين ميليشي الحوثي والجماعات الإرهابية وأضاف المالكي في مقابلة ريفيزيونية أن الميليشيات الحوثية تحاول التضليل بشأن البيضاء موضحا أن ميليشي الحوثي تحاول عبر عمليات التضليل في البيضاء لرفع معنويات عناصرها على عكس طبيعة العمليات العسكرية أعرب مجلس الأمن الدولي عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس حول اليمن عن القلق العميق بشأن المخاطر المتزايدة لنقلة النفط صافر قبلة سواحل اليمن ودعا ميليشي الحوثي لاتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير لتسهيل الوصول على غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة إلى الناقلة طالبت رابطة أمهات المختطفين خلال وقفة أمام مبنى محافظة تعز بإطلاق سراح المختطفين في سجون ميليشي الحوثي الإنقلابية وقال بيان صادر عن الوقفة أن ميليشي الحوثي عملت على نقل 19 مختطفا في سجن الصالح بين مدينة تعز إلى معسكر الأمن المركزي بصنعه بغرض الإفراج عنهم عبر عمليات تبادل وأشار البيان إلى أن الميليشيات لم تفرج عنهم بل منعت زيارتهم ولم تتمكن الأسر من الإطمئنان عليهم وعلى صحتهم وحملت رابطة أمهات المختطفين ميليشي الحوثي حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا وطلبت الأمام المتحدة ومبعوثها الأمامي وبشكل عاجل العمل على إطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط أكدت قيادة المنطقة العسكرية الأولى في اجتماع لها برئاسة قيد المنطقة اللواء الركن صالح طيمس أنها لن تسمح بأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الداخلية والدفاع في نطاق عمل المنطقة بوادي وصحراء حضرموت وتطرق قيد المنطقة إلى نتائي لقائه مؤخرا مع رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء في الرياض وشدد على مضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الجاهزية القتالية والحرص على توحيد ورص الصفوف لكافة الوحدات العسكرية والأمنية خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن قال مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أنه تمكن مؤخرا من تأمين نحو 90% من مديرية المخا بعد نزع الألغام منها وأوضح المشروع أن فرقه تمكنت من نزع وإثلاف أكثر من 1700 لغم و450 عبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من 21 حقلا ومنطقة ملغومة خلال الفترة الماضية في مديرية المخا ناية الموجز دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة